أعرب سمو شيخ طحنون بن زيدة لنهيان مستشار الأمن الوطني عن جزيل الشكر وعظيم التقدير إلى مقام صاحب السمو شيخ محمد بن زيدة لنهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى أخيه صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير أهو الله وإلى أخوانهما أصحاب السمو شيخ عضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على القيادة الاستثنائية وحكمة القرار وفعالية توجيه في التصدي لجائحة كوفيد تسعة عشر والتي حرصت فيه قيادتنا الرشيدة على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أطيافه مواطنين ومقيمين باعتبارهم القلب النابض لوطن تسامح كما وجه سمو الشكر والتقدير لخط دفاع الأول من الكوادر الطبية وطواقم التربوية وشراطية وكافة المستجبين من كل طواقم المهنية والعمالية والذي جسدوا ملحمة العطاء وبذلوا تضحيات في سبيل المحافظة على الصحة العامة وللمتطوعين الذين أظهروا المسؤولية المجتمعية في أنبل معانيا ولمجتمع دولة الإمارات الذي بفضل التزام وتكاتفه تمكن من مواجهات جائحة كورونا الخطيرة وأكد سمو في كلمة له أن دولة الإمارات أثبتت أن معادلة الإنجاز هي بالعمل الدؤوب والبحث العلمي الرصين وتكاتف المجتمعي نحو تطويع كافة السبل لضمان استقرار الوطن وأمنه باعتبار أن سلامة الإنسان هي في قلب القيادة الرشيدة وفي قمة أولوياتها الوطنية اشتركوا في القناة